موسيقى هل سمعتم عن رجل تزوج بيهودية ونصرانية ومسلمة؟ طبعا كثير منكم يستغرب يقول كيف؟ رجل تزوج بثلاث ديانات مع بعض؟ الجواب نعم وأنا تعرفت على هذا الرجل في إحدى الدول العربية تعرفون الأمريكان خاصة بعد كبر سن وهو هذا الرجل الأمريكي واسمه غريك لما بلغ عمره ستين سنة وضع سيرته الذاتية على الأنترنت وكان ينتظر أي شركة أو مؤسسة تربوية مهتم أن تستثمر بخبرته تراسل لأنه عنده خبرة تربوية كبيرة جدا وخاصة في المدارس الخاصة هذا الرجل يقول هو يقول لي جاءني إيميل من إحدى الدول العربية وهذا الإيميل كان يطلبني للعمل أن أكون مدير عام لمدرسة خاصة وأرسلت لهم الورق وصار بيني وبينهم نوع من التواصل وفعلا حضرت إلى تلك المدرسة العربية وبعد ست سبع شهور وأنا في هذه المدرسة أول مرة بحياتي يقول هو أتعرف على المسلمين يقول كنت أسمع عن المسلمين بس في الإعلام الغربي لكن أول مرة أشوف المسلمين أول مرة ألتصق مع المسلمين أول مرة أتكلم مع المسلمين يقول لفت نظري في هذه البلدة أن الآباء هم اللي يوصلون أولادهم للمدرسة والأمهات يجون آخر الدوام ويأخذون الأطفال من المدرسة يقول أنا كان بالنسبة لي منظر غريب بعدين السيارات في هالبلد أغلبها سيارات عائلية الزوج والزوجة والأولاد يقول أنا بديت أفكر يعني هذول المسلمين طيبين المسلمين هذول حلوين هذا كلامه يقول غير اللي إحنا قاعد نشوفه في الإعلام الغربي يقول واللي فاجأني أكثر أنه في بعض الأطفال في المدرسة أشوفهم يقبلون رأس آباءهم يقول أنا هنا صراحة توقفت مو معقول هذا المجتمع عند هالرحمة وهالرأفة وهاللين نسمع عنا أنه متطرف على كل حال قصة طويلة لكن أنا بادرت بالسؤال هل أنت متزوج قال نعم كنت متزوج يهودية ثم طلقتها لما كان في أمريكا بعدها تزوج بنصرانية فلم يوفق فطلقها يقول لما جيت هنا في البلد العربي تعرفت على وحدة باكستانية مدرسة معاه وصار بيني وبينها علاقة فقلت لها ممكن نتزوج فقالت أستأذن الوالد يقول أنا استغربت هي عمرها 35 سنة تستأذن أبوها ليش يقول فقالت لي لا احنا مسلمين ولا بد من استأذن الأب والأهل ونستشيرهم في موضوع الزواج يقول حقيقة أنا اللي تفاجأت فيه أكثر أن أبوها كلمني وكان يريد أن يتعرف علي أكثر فهذا خلاني أفكر بطريقة مختلفة لهذا الدرجة المسلمين عندهم تماسك أزري لهذا الدرجة المسلمين علاقتهم مع بعض قوية يقول كان بالنسبة لي هذه مفاجآت شفت الرحمة وشفت اللين وشفت علاقة الآباء والأمهات مع الأطفال وشفت تقبيل رأس الآباء والآن لما صارت علاقة حب بيني وبين هالإمرأة الباكستانية أبوها في باكستان يتصل فيني وتقول هي أني أنا ما أقبل أن يكون بيننا زواج وإذا أبوي مراضي علي وأبوها مو موجود في البلد اللي إحنا موجودين فيه وإنما أبوها في باكستان يقول هذا جعلني أتوقف وقلت في حينها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فعلا هذا دين عظيم حريبنا حقيقة أن نتأمل فيه وأن ندرسه وأن نقرأه وأنا بدأت أنصح كل أصحابي في أمريكا أنهم يقرؤون عن الإسلام ويتعرفون على المسلمين لما وجدت حقيقة من لمسات حانية ومن لفتات اجتماعية جميلة جدا نحن نفتقر إليها نقطة ومن أول الصبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر